الونشي وحجازي ومحمد عماني عماشا الله في الأون الأخيرة بعد ما اكتشفوا كيروش وبالتالي الأهلي رجعوا مرة تانية فيه يسامة جلال وفيه مجموعة تانية بس عشان برضو نكون موضوعيين قرة القدم فيها مستويات فيه A وفيه B وفيه C انت هتلعب قدام بلجيكا لا فاتوح موجود ولا الونشي موجود وعبد المين عمي العلم عند الله العلم عند الله يعني ثلاثة من الأربعة الأساسين اللي عندك مش هيكونوا موجودين طب ايه الموضوع ببساطة اللي انا قلته مرارا وتكرارا وانا عارف انه محدش يعمل حاك لو ما عندكش قطاعات ناشئين قوية في الأندية في الأندية مش هتلاقي حد عندك فوق من الأسماء الكبيرة اللي انا قلتها دي وكشفين بيعرفي القطو الولد الصغير من سنة عشر سنين و11 سنة تقول لي يا عم احنا هنبتدي من عاق ايوة يا سيدي بتدي ما هو خير للعالم أنتوق تشمع من أن تلعن الظلام مش لازم تلعن الظلام يعني مش معقول يعني كل الجيل اللي كان مع كابتن حسن شحاتة ده اللي هو الفين وستة وتمانية وعشرة بدأوا في 14 و15 سنة مع منتخب الناشئين منتخب مصر الناشئين وتدرجوا مع كابتن حسن شحاتة منتخب الشباب ولعبوا منتخب ألومبيو حكاية وراب ولما كانوا منتخب الشباب كانوا راحين منتخب أول لكن في الأول وفي الآخر قطاعات الناشئين في الأندي والمسابقات بتاعة الناشئين لازم تتغير ونرجع للقطاعات بتاعة اللوى حربة اللي يدي له الصحة وطلط العمر لكن ما ينفعش نادي يتلعفوا بطولة الجيزة مع كل اللي احترام بيعمل وحاجات فالمسألة محتاجة استراتيجي محتاجة فكر محتاجة متابعة محتاجة ناس مؤمنة بأن مش هيبقى عندك منتخب يا سيدي ابني من دلوقتي ابني للأجيال القادمة واللي عندنا هنحاول ربنا يكرمنا فيه بإذن الله لكن في الأول وفي الآخر لازم تبني ومحمد صلاح ده جمني محمد صلاح ده ابن مركز من مراكس تانتا نجريك كان بيعمل إيه ما انتوا عارفين كلكم خصته لما لعب في دوري بيبسي للمدارس اللي انا كنت احد الموجودين فيه بفضل الله وكان مشرف عليه الأستاذ محمد الطويلة الولد كان دايما بيجيبوا مدربين يعودوا يتفرجوا على دوري بيبسي للمدارس ده فلقطوا كابتن ريعو بالاسم كده وكان كم سنة؟ 13 سنة ولا 14 سنة حاجة زي كده لقطوا وتكلم مع المقاولين وما المقاولين وبتاع قالوا طيب يلا هاتوا نشوفه الولد كان بيركب القطر من طنطة والدته طعد في المحطة هي والده يركبه القطر يركب القطر ينزل في القاهرة يروح يتمرر في المقاولين وفي السن دي ويرجع يركب القطر يرجع طنطة تاني عشان والده والدته ياخدوه على قرية نجريه وانني نفس الكلام والدته اللي كان بيجيبه القاهرة برضو نفس القصة والذلك هو اتأثر جدا بوفاة رحمة الله عليها فلما طلقت من السن ده وبعدين شد حلو في المقاولين قالوا لأ هنقعدوا في الفندق بتاع المقاولين اللي يروح ولا ييجي قعدوا وبقى محمد صلاح واحد من اعظم لعبت العالم النهارده تمنوا معدي ارقام فلكية بفضل الله وربنا يزيدوا وانني نفس الكلام النهارده بفضل الله انني بعد الاصابة اللي استمرت فترة تسع اسابيع النهارده لعب في التشكيل الاساسي بتاع الارسنال امام زيوريخ النهارده دي بشرة لحضراتكم في الدوري الاوروبي وفرقته كزمة واحد سفر هو لعب تلاتة وستين دي النهارده ماشي الله الله اكبر الله اكبر بالمناسبة كمان النهارده مصطفى محمد لعب مع نانت وجاب جون وحسن عجون في الدوري الاوروبي وتأهل دول مجموعة عدده وتريسيجين النهارده ايضا مع ترابازون كسب وكان لهاي كل دول قطعتناش ايه كله محمد مصطفى محمد بدأ فوادي دجلة قد كده فوادي دجلة وهو قد كده وبعدين تاك علم تريسيجي لعب درجة اولى وعنده 17 سنة من قطاع ايه الناشئين لانه فيه اهتمام بقطاعات الناشئين فيه اهتمام حقيقي مش النهارده قطاعات الناشئين سمك مع كل الاحترام والوسايد في تعيين المدربين والوسايد في اللعيب اللي مش عارف ايه وما فيش اختيارات حقيقية والقطاع الناشئين بيعتمد على اللي بيجي يمتحن لأ فين الكتشفين ده فيه شباب وولاد سواء ما هو هولنا صلاح منين من طانتا بيروحوا مركز الشباب ويروحوا القرى والنجوع ويتفرق لو لأ ولد ان فيه لقطاطلة اللي ميسي كان بيلعب في قرية قد كده عثمى سون دي تابع المولي العارف في طانتا محمد صلاح ليه فيها في الاول هنا والمولين سحبوا من وهكذا وهكذا هل من مستمع هل من رجل رشيد يفهم ان مش هيبقى عندك لعيبة تقيلة بجد الا من خلال قطاعات ناشئين قوية بجد هذا هو الأمر